إذا تشوفها تضربها تشلاقة وتمشي فوقها وتمشي وتخليها وهو حجر تمين هاي الأحجار طبعا الفكرة كانت عندي قبل خمس سنوات من خمس سنوات وإحنا كنا نازحين بكاكوك فدحقت على القنوات الفوائية والوثائقيات يطلعون هاي دول العالم ينقبون يطلعون أحجار ويطلعون أنتكاتوا يعني من كنوز خيرات الأرض خيرات الأرض قلت يا ربي إش عجب إحنا البلد هاي الكبير العراق العظيم ما بي أحجار كريمة وشبه كريمة والله قمت عادة تابع قنوات وخبراء وجولوجيين وأهل اختصاص أجانب وعرب ها كسبت منهم خبرة شون عرف الحجر هاي الأحجار صار لي تقريبا سنة آني أسجد من سنة آني أجمع بهاي الأحجار بس أجمع 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 هذا العقيق موجود موجود عندنا بالموصل بالموصل خاصة وبالعراق عامة خصوصا شمال العراق يمتاز بكثرة أحجار العقيق لأنه متوفر عندنا صخور رسوبية كثرة لوجود الأنهار الصخور رسوبية دائما تواجد بالأودية ومجال الأنهار مثلا عدنا هذا العقيق هو من نوع الكالسيدوني زيتوني أيضا يصلح المجوهرات صياغة المجوهرات هذا واحد هذا هم كذلك وهذا من نفس الجنس من نفس الجنس عقيق زيتي أو زيتوني هذا هم وهذا هم كذلك ما إلى البنفسجي هذا أيضا عقيق كالسيدوني دخاني نوع دخاني هذا عقيق جاسبر عقيق وجاسبر نوعيتين عقيق الجاسبر هذا الجوزي وهذا العقيق من هنا هذه الأحجار طبعا أقطعها بالبداية أقطعها وأسقلها ولمعها منهم من يتصل بيه يقول لي أريد حجر من كذا كذا أقوم أصيغ له مثلا محبس على قد حجم ماله أصبعه أقطع له الحجر اللي هو اللي يريده ويرغبه وأسقل القطعة ولمعها وأركبها سويها محبس يلبسه الموصل بها خزين أعجار كريمة شبه كريمة وإذا يحفر بعماق بعيدة لربما يطلع الماص وياقوت وزمرد وزبرجد وكل أعجار الكريمة مجموعة البيريل لربما حتى الأكسندرائي تهمية عم أكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر